ترجمة للرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه على ضرورة تطوير الموارد البشرية وأن الإنسان هو حجر الزاوية في تنمية أي مجتمع وهو هدف التنمية وغايتها كما أنه هو أداتها وصانعها أطلق ديوان البلاط السلطاني البرنامج الوطني للقيادة والتنافسية المخصص للقطاع الحكومي البرنامج الذي يأتي بمباركة سامية من لدن عاهل البلاد المفدى أبقاه الله هو ثمرة من ثمار فريق عمل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والذي يصب جل اهتمامه في تفعيل سبل تنمية الموارد البشرية في مسعى متجدد لمواءمة هذه القدرات مع ما يتناسب ومعطيات سوق العمل معالي السيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني أوضح بأن إطلاق البرنامج يأتي بعد نجاح البرنامج الوطني للرؤساء التنفيذيين في القطاع الخاص وأن البرنامج الجديد هو مكمل لما بدأ في شهر سبتمبر الماضي لأصحاب السعادة مع ضرورة ديمومة إطلاق المبادرات التي من شأنها أن تسهم في رفع مستوى الكفاءة للقيادات التنفيذية على مستوى القطاعين الحكومي والخاص على حد سواء كما أوضح معالي السيد وزير ديوان البلاط السلطاني بأن البرنامج يسهم في بناء مجتمع يضم قيادات عمانية على مستوى عالمي في القطاع الحكومي بهدف تعزيز تنافسية السلطنة لتحقيق الأولويات الوطنية وبالتالي تمكين القطاع الحكومي لأداء دوره في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للسلطنة البرنامج يطرح تجربة تعليمية متفردة للفئة المستهدفة البالغ عددهم 35 مشاركا عمانيا من القطاع الحكومي من مدير العموم ومساعد مدير العموم ومن في مستواهم من مستشارين وخبراء من كافة محافظات السلطنة وسيخضع المشاركون لعملية اختيار تتسم بالشفافية وتكافؤ الفرص قبل انضمامهم للبرنامج الذي يمتد لثمانية أشهر داخل السلطنة وخارجها ليشمل وحدات تعليمية ثرية تتضمن أنشطة التعلم النظري والتجريبي والإرشادي المهني القيادي والجولات الدراسية العالمية بالإضافة إلى مشروعات التطبيق العملي